بيكشف سر مفاجئة ميسي طبعا بالوصول أو الاتجاه إلى أمريكا طبعا ميسي فجر كنبيلا الأسبوع دوت وانتقل نادي لفريق ميامي الأمريكي بصورة رسمية سيرجو أجويرو أسطورة المان سيتي طبعا والصديق المقرب ليون ميسي قال سبب قرار ليون ميسي بالانتقال لي ميامي ورفضه لي عودة إلى برشلونه الحقيقة أجويرو قال أن ميسي اتخذ قراره عدم العودة لبرشلونه بسبب رغبته في عدم الانتظار حضراتكم عارفين أنه كان من أولويات ميسي أنه يروح لبرشلونه ولكن زي ما بنقول في سقف للرواتب محطوطة هناك في برشلونه وكان في بعض المشاكل المالية وبالتالي أجويرو يقول أن ميسي رفض أنه ينتظر لحل هذه المشكلة وعدم الإصابة بالتوتر بشأن ما يحدث فيه اللحظات الأخيرة وعلى لسان أجويرو بيقوله أنه يجب دعمه أنا سعيد لأنني أعيش في ميامي وسأكون هناك في انتظاره في الفترة اللي جاية طبعا أجويرو من الأصدقاء المقربين جدا جدا لميسي أوضح كمان أجويرو قال النصيحة الوحيدة اللي أقولها الميسي هي أنه يستمتع يعيش الحياة كما يريد الآن يعني وأضاف طبعا مهاجم برشلونه السابق وقال أن البقاء لسنوات عديدة على القمة وعلى المستوى اللي لعب في ميسي كل عام شيء صعب جدا الحفاظ عليه وأعتقد أن ميسي الآن اتخذ قرار بالاسترخاء مع أسرته اختتم كمان أجويرو وقال بالطبع كان من الجميل أن يكون ميسي في برشلونه ليعتزل بأفضل طريقة زي ما عمل بوسكتس وتشابي ونيستا وجوردي ألبا والعديد طبعا من النجوم اللي يمكن أعلنوا اعتزالهم في برشلونه لكن زي ما بقول هو ميسي اختار إلى حد ما طبعا الجزء الأفضل لأسرته وعلى مستوى الفلوس والرواتب هو بيأخذ هناك مبالغ كبيرة جدا جدا ويعني ميسي كان منتظر حل للعودة لبرشلونه ولكن تأجيل القرار سرع بانتقاله إلى ميامي طيب لعب وريال مدريد الحقيقة بيسخرون من جارديولا طبعا الباب بعد التصريحات اللي أطلقها مدرب منشستر سيتي بعد الفوز بنهاء دور أبطال أوروبا بيب جارديولا قال كن حذرا ده بيتكلم على ريا المدريد بيقول له خلي بالك نحن على بعد 13 لقب منك في دور أبطال أوروبا لكننا قادمون من أجلك نحن في طريقنا إذا نمت قليلا فإننا سنلحق بك يعني طبعا دي في المؤتمر الصحف اللي كان بيب جارديولا بيتكلم على دور الأبطال وفوز المان سيتي لأول مرة في تاريخه بدور الأبطال يعني هو مازحا كان بيتكلم كده بيتكلم على ريا المدريد طبعا صاحب 13 لقب وقال له خلي بالك احنا فوزنا بأول لقب احنا على بعد 12 لقب بينه وبينك فخلي بالك لو نمت حنلحقك وكانت دعابة ظريفة جدا لكن طبعا اللعيبي ريا المدريد يصخروا من هذه التصريحات وطبعا زي ما بقول لحضراتكم كانت تصريحات في نطاق الدعابة أشارت للشبكة الأسبانية أن اللعيبي المرينجي انفجروا بالضحك من الكلمات اللي قالها جارديولا وقال التعليل أبرز من أحد اللاعبين اللي كتب إذا كان جارديولا يفكر بالفعل في ذلك فأنه يستحق ما وصل إليه يعني ما بين كوسين كده من الهوز بريال مدريد واعتباره عقدته في دوري الأبطال عندنا خبر كمان ولا عندنا فاصل طيب يعني عندنا كمان خبر من ليبر بول بعد إليستر يستهدف طبعا ليبر بول يستهدف ضم ثلاث لعبين ويسعى ليبر بول للتعاقد مع لعبين جدد خلال المركات والسيفي القادم لإعادة بناء صفوف وعاقب طبعا أو بعد الفشل في التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل ليبر بول أعلن منذ أيام رسميا عن انتقال للأرجنتيني إليكس ماك إليستر لعب وسط بريتون ويكتب رومانو طبعا خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على تويتر يعمل ليبر بول الآن على حسم صفقتين جددين في خط الوسط إلى جانب طبعا ماك إليستر أضاف خبير الانتقالات في أوروبا هناك أيضا نية واضحة لدى الجهاز الفني لليبر بول بقيادة طبعا يورجن كلوب بالتعاقد مع قلب دفاع جديد هذا الصيف طبعا على مستوى وسط الملعب على مستوى خط الدفاع بطبعا ليبر بول عايز لعيب من التراز الكبير طبعا لتعويض ما فاته الموسم الماضي عنوين الصحف العالمية قالت ايه في المحترف نشوف مع حضراتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر